عشرات القتلى والإصابات في حادثة الهجوب المسلح على قاعة كروكوس في ضواحي العاصمة الروسية موسكو والتي ضمت تجمعا كبيرا لجمهور حفل الموسيقي الحدث المفجع لروسيا بالهجوم المسلح الذي أودى بحياة العشرات جاء كصاقة ومفاجأة من حيث التوقيت غير المناسب كما يصفه مراقبون سيما بعد فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانتخابات الرئاسية تنظيم داعش خرسان الذي تبنى الهجوم لقب بأحد الأسود الحضارية للتنظيم رصدت أمريكا في عام 2021 لمديودلي بمعلومات عنه عشرة ملايين دولار زعيمه المكنى بشهاب المهاجر والمعروف باسم ثناء الله غفاري مواطن العراقي بحسب تحليل الأجرة بي بي سي نيوز ويستخدم الاسم المستعار ثناء الله الصادق وكان أحد قادة التنظيم في كابل والذي شارك في عمليات حرب العصابات والتخطيط لهجمات انتحارية معقدة الأجهزة الأمنية الروسية ومع توصولها لحقيقة توجه المنفذين نحو الحدود مع أوكرانيا واتصال مع أشخاص على الجانب الأوكراني تكشف تحت المجر الروسي ما يؤيد بملامح تسريحات الروسية يقضى مطبخ القرار في موسكو لأي محاولة أوكرانية بانتهاك السيادة الروسية كما أن الكريمل لا يؤيد بحسب مراقبين الإنجرارة خلف بعثرة أوراق العلاقات مع التحالفات الدولية الإسلامية كما أنها وبصورة أكثر عمقا بحسب خبرات عي جيدا أن محاولات تنظيم إرهابي كداعش يعمل لأجندات إثارة الفوضى لن تفلح مع موسكو بتحريف بوصلة التقارب الروسي الإسلامي وهو ما يؤكده باحثون سيما بعد أن انتشرت مؤشرات القلق في الغرب بعد تصاعد مؤشر العلاقات الثنائية بين روسيا والمحيط العربي والإسلامي والوقوف مع قضاياه وإن كان آخرها موقف روسيا من استمرار العدوان الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة